وللحديث عن الانتخابات الرئاسية في سوريا التي يريد النظام المضي بها رغم الرفض المحلي والدولي معنا من باريس مصعب سعود الكاتب الصحفي السوري أهلنا بك سيد مصعب بداية ما الذي يمكن أن نفهمه من عدد المرشحين الكبير للانتخابات الذي فاق خمسين مرشحا ماذا يعني هذا العدد في بلد مثل سوريا؟ بداية المساء الخير لكم ولسادة المشاهدين لقناة رافي الدين أهلا بك أولا هذه المسرحية الهزلية يجب أن تكون مكتملة الأركان وكي تكتمل الأركان بظل نظام عصابة مجرمة تحكم بالبلاد من خمسين عاما ولديها أجهزة مخابرات متنوعة يجب أن يكون هناك مشهد درامي مفتعل جيد الحبكة لإنتاج هذه الصورة هذا المشهد الدرامي الآن في سياق هذه الحرب المستمرة من عشر سنوات يتطلب أن يكون هناك أكثر من خمسين مرشحا قطعا سيتم رفض نصفهم وقطعا الآخرين سينسحبوا لبعضهم ثم ستكتمل الصورة على بشار الأسد أو ربما قد يبقى أحد أو اثنين من المرشحين ليكتمل هذا المشهد الدرامي نعم سيد مصعب في سابقة وصفها نشطاء بالغريبة هل من المعتاد أن ينشر مرشحه الرئاسة صورة المرشح الخصم إن كان من المفترض أن يكون خصما لهم والإشارة هنا لبشار الأسد وقد وجدت الكثير من المنشورات التي نشرها من يفترض أنهم مرشحون وإلى جانب صورهم صورة لرئيس نظام الأسد بشار هل هذا أمر طبيعي؟ يعني هذا سؤال مطبط بالسؤال الذي سبقه وسبق أجبت عليه أن هذا المشهد الدرامي هذه الحكة التي يريدون تصويرها على أنها حقيقة واقعة في سوريا في سوريا المدمرة منذ عشر سنوات في سوريا المنقوبة المسلوبة لا يمكن أن تكتمل إلا بذلك وأبلغ إجابة ما تفضل فيها لكن لماذا يصر النظام على المضيب هذه الانتخابات برأيك؟ على مرهن مختلف لماذا يصر؟ لأنه بحاجة إلى هذه الانتخابات مع حليفه الروسي والإيراني لتصوير أن هناك عملية ديمقراطية في سوريا أنتجت نظام مثل نظام بشار الأسد الإجرامي وأن على الآخرين على الدوال الراعية أن تبدأ بعملية الإعمار وعملية وفع العقوبات عن سوريا هذه الصورة ضرورية هذه الانتخابات بالنسبة لبشار الأسد هي مسألة وجود لأن الرفض للقائر الآن والرفض الأممي يؤكد أن لا وجود لبشار الأسد في أي مرحلة مختلفة لحاجة إلى أرضية للتباق عليه نعم سيد مصعب كيف تقرأ الموقف الروسي الداعم لمسار أستانا واللجنة الدستورية السورية وفي المقابل يدعم أيضا الانتخابات الرئاسية في سوريا كيف يمكن الربط بين هتين الفكرتين إبعى أزميدي أنا سبق على قناتكم الكريمة قد تحدثت عن مسار أستانا وما أنتجه من السلال إلى آخره وكان وبالاً على السوري الروس يأخذون من مسار أستانا عملية للف على القرارات الدولية وخاصة 2254 والذي أقر صراحة بوجود وضرورة وجود هيئة حكم انتقالية في سوريا طبعاً هذه العملية لا يمكن أن تتم إذا ما بقي المسار أممياً فلذلك كان الروس بحاجة إلى مسار منفصل يضغطون باتجاهه مع حلفائهم لتصوير للعالم أن هناك إمكانية للحل بين المعارضة السياسية والثورة الممثلة لثورة سوريا وهؤلاء القتلى والمجرمين وهذا لا يوجد مستحيل منطقياً مستحيل في الواقع الراهن والواقع السوري الانتخابات الرئاسية سيد مصعب جوبهت برفض من قبل السوريين سواء في مناطق المعارضة أو بالخارج لكن ما الذي يمكن أن يفهم أو كيف تقرأ رفض درعاً لهذه الانتخابات؟ أولاً الانتخابات السورية هي مرفوضة قطعاً حتى من الحاضنة حاضنة النظام كما نسميها حاضنة النظام ليست بالمطلق هي حاضنة نظيفة هي حاضنة متذبذبة بين الفينة والأخرى وهم الآن يريدون الخلاص من هذا المجرم بأي شكل من الإشكال ولكنهم لا يملكون القدرة على ذلك لأنهم رأوا بما حل بالمدن الأخرى هذا من جهة أخرى إن كان في درعاً في مهد الثورة أو في المدن والمحافظات الأخرى الجميع يؤكد أنه لا مجال لإعادة إنتاج هذا النظام هذا ينساق بنفس السياق مع ما نقوم فيه في الخارج من حملات كنا قد أقمنا حملة وسبقاً تحدثت عليها في المرحلة الأولى عن موضوع لا شرعية للأسد وانتخاباته والآن في هذه الأثناء ونحن معكم لدينا اجتماع على جنب على موازله يتضمن المرحلة الثانية من هذه الحملة والتي ستترافق بزخم أكبر بوقفات واعتصامات أمام سفرات القتلى والسفرات الدولية للضغط عليها والتي ستترافق أيضاً بمظاهرات ووقفات في الداخل السوري واعتصامات إلى ذلك للضغط على هذه الدول فأكيد أنه لا مجال لعادة شرعية هذا المجرم القاتل ولا لعصاب سيد مصعب إلى جنب هذه الآليات التي جئت على ذكرها لمجابهة الانتخابات الرئاسية التي وصفتها بالمهزلة ماذا عن الآليات الأخرى التي يمكن أن يلجأ إليها السوريون ويعتمد عليها من أجل الوصول إلى تأثير على المستوى الدولي من وراء هذا الرفض للانتخابات كيف يمكن تحقيق هذا التأثير وهل هو وارد؟ نعم هذا التأثير وارد وهذا التأثير منطقي إذا ما استطعنا العمل بشكل إعلامي وبحملات مدروسة بشكل جيد الآن اليوم الميديا وسائل التواصل الاجتماعي قادرة على خلق فضاء يؤثر حتى في الدول الدول الآن بوزاراتها الخارجية بخارجيتها ومقابراتها ترقب وسائل التواصل الاجتماعي نستطيع بحملات منظمة من الآن أنا أقول من الآن أن نتفق جميعاً أن نتعالى على قصاماتنا وأهدافنا الخاصة إلى ما شابه ونتفق على أن لا شقعي لهذا النظام المجرد وانتخاباتي ونبدأ بشعارات موحدة بهاشتاغات موحدة وإلى آخر هذا من جهة من جهة أخرى أن نركز على صناع القرار في العالم والحواضن المؤثرة والمنظمات ومنظمات المجتمع المدني المؤيدة لنا نحن في فرنسا بإسم تنسيقية فرنسا الآن نقوم بهذه الحملة وهي الحملة الثانية للا شرعية للأسد وانتخاباته ووضعنا خطط واستراتيجيات مع منظمات فرنسية ونحاول العمل مع منظمات أوروبية أخرى داعمة للثورة السورية ومؤيدة لها وتريد أن تنتهي هذه المأساة التي لم يحدث مثلها في التاريخ البشرية هذا أمر مهم جداً من جانب آخر على السوريين في الداخل وهذا أمر مهم جداً مهم جداً أن يزيدوا من زخم مظاهراتهم واللقفاتهم نحن في رمضان وهذا شهر مبارك وعليهم أن يركزوا أكثر ويتفاعلوا أكثر وهذا شهر الرحمة الذي نستطيع جميعاً من خلاله أن نتعالى عن خصاماتنا وأدافنا وحزبياتنا وأن نفكر في سوريا وثورتنا أهدافنا الكاتب الصحفي السوري مصعب السعود كنت معنا عبر سكايب من باريس شكراً جزيلاً لك شكراً جزيلاً لك شكراً جزيلاً لك شكراً لك شكراً لك